يعني كل التمنيات وكل الدعاء اني ربنا اقومل طبعا كابتل عمري فاروق بالسلامة انا عايز اقول لكم كل واحد في الملعب اللي واقف هنا بيرتدت قميص الاحمر او من الاجهزة ليه مع كابتل عمري حدوطة وقصة ليه موقف يعني انا من يومين والله يعني تذكرته يعني وقعدت اقل في الموبايل وجبت الواتس ايب والله ده حصل جبت الواتس ايب هو معي الوزير عنده اكتر من تليفون جبت الواتس ايب وشفت المحادثات اللي كانت بيني وبينه وازاي هو كان متواضع جدا في رده وازاي هو كان خلوق جدا في رده وازاي كان يعني حتى الفويس ميسج اللي كانت بيني وبينه كنت بستعيدها وباسمعه لان الحقيقة صوته حشنة حتى فلمسة وفاء يعني مفيش في الملعب اللي انتو شايفينه ده واحد يعني بطريقة مباشرة او طريقة غير مباشرة ليه مع العمري فاروق مع حفظ اللقب طبعا قصة وحكاية حتى اللي على الترابيزة سواء كابتن سلعاوي سواء كابتن طهر رجب انا شخصيا لينا مع كابتن العمري ذكريات وجمعتنا مواقف كلها كانت في مصلحة النادي الاحي وجود دكتور هشام العمري انا بس عايز اقول حاجة دكتور هشام العمري كان عضو مجلس الدارة في النادي الاحي يعني هو كان عضو كمان مش بس عشان هو كان اخو طبعا معي الوزير العمري فاروق لا اهو كان كادر اداري ناجح جدا هشام العمري كادر اداري وشخص يعني ودرس برة والدكتورات بتاعته من لوس انجلوس يعني هو شخص يعني مثقف جدا وكان عضو مجلس ادارة وساهم في فترة من الفترات النادي اللي كانت صعبة في تطور النادي الاداري فالنهارده وجوده واستلامه الكأس يعني بالنيابة عن معاني الوزير العام الفاروقوفى دي لمسة وفاء لمسة وفاء حتى شفناه في الجامعة العمومية اللي فاتت ومكان وكرسي معاني الوزير محطوطه عليه اسمه كل ده لمسة وفاء يعني قلمت لاقي الحاجات دي يعني هو النادي الاهلي دايما الحاجات دي بتلاقيها او دايما اللمسات الوفاء دي بتلاقيها في النادي الاهلي فالنهارده يعني انا مش عايز اقول لكم يعني الفرحة يعني في بعض الصفحات منزل البوزط بتاع معاني الوزير الحمد لله والشكر لله اللي كان بنزله بعد اي مكسب كورة سلة يد طيرة كان بنزل بوزط بالأحمر كده والكلام بالأبيض خشوا على صفحة معاني الوزير وهتلاقوها دايما مئات البوزطات بعد اي فوز للنادي الاهلي في اي لابة الحمد لله والشكر لله انا وانا قاعد بتصفح الصفحات في يعني مع كنا يعني في تقطية التطويج شفت في صفحات كتيرة من صفحات النادي الاهلي وجمونة الاهلي منزلها طبعا الشكر لله والحمد لله يعني معاني الوزير كل التمنيات وكل الدعاء يعني الدعاء مهم جدا وربنا قادر سبحانه وتعالى ان يبدل حال الى حال في ثانية بالدعاء ان شاء الله نقدر وان شاء الله يرجع تاني المكان والبيت والنادي الاهلي ويرجع تاني عطاءه المستمر يعني برضو يا كابتن سرعوي انا برضو محتاج حدك تقول كلمتين برضو في خصوص يعني طبعا معاني الوزير وتأثيره في كل اللي حواليه طبعا لبسة وفاقة جيدة يعني لبسة وفاقة ممتازة جدا من لعب النادي الاهلي ودي بتدل على ان النادي الاهلي هو رمز للاحترام الكيانات بتاعته وان النادي الاهلي كبير ويعني والدعوات رموزه بيحترر رموزه بس هسا